أحسي مختلف الحواجز التي تستعملها العضوية لمنع دخول البكتيريا إذن لنتحدث الآن على كل حواجز مجملا ثم نصنفها إذن هذه الحواجز هي الجلد، شعيرات، أهداب الأنف المجاري التنفسية، مخاطر الأنف والمجاري التنفسية، إفرازات الجهاز التنسلي والهضمي، رموش العين، الدموع، العرق، البول، الأخشية المخاطية للجهاز الهضمي ثانيا صنف هذه الحواجز إذن تصنف إلى ميكانيكية وكيميائية ميكانيكية تتمثل في الجلد والأخشية المخاطية، الأهداب والرموش أما الكيميائية فتتمثل في الدموع، العرق، الإفرازات، البول، المخاط والعصارات حواجز الكيميائية تتمثل في نعاب ومخاط الأنف، العرق، إفرازات معدية، إفرازات الجهاز التنسلي والبول أما بالنسبة للحواجز الميكانيكية فتتمثل فيه أهداب المجاري التنفسية، الجلد، إضافة إلى الأخشية المخاطية للجهاز الهضمي إذن هذه الحواجز الطبيعية أمام الأجسام الغريبة ترجمة نانسي قنقر